السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسعد الله أوقاتكم يا أهل الود رمضان على الأبواب أهله الله علينا باليمن والبركة وبارك لنا فيه وعانى فيه على الصيام والقيام وغض البصر وحفظ اللسان وقراءة القرآن وصية الأرحام ودفع الزكاة والصداقات اللهم آمين يا رب يا إخوتي الأحبة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع هذا الوباء يا الله ويهننا في رمضان هذا الموضوع الذي ستأكلم فيه قبل أن يعترض أي أحد هذا الكلام يخصني أنا ولا ألزم به أحدا ولا ألزم به أحدا لكن هي نصيحة لوجل الموضوع الذي سأتكلم فيه موضوع مهم وهو زكاة الفطر زكاة الفطر واجبة على كل مسلم ومسلمة في شهر رمضان طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين وطعمة للمساكين انتبهوا كل مسلم ومسلمة فضل عنه في ليلة العيد ما هو فوق قوط عياله وجبت عليه هذه الزكاة ويخرجها المسؤول عن الأسرة يعني الوالد عن زوجته وأولاده وهي مقدار صاع من طعام من قوط أهل البلد يعني مثلا هلأ نحن هون بالسويد ما نأكل أمح أو رز يعني رز هو اللي بيأكلوا الواحد بس ما هو عامة قوط الناس هون الرز أو البرغل أو التمر فإخراجوها صاع كليين على خلافات طبعا كليين يعني تقريبا كليين ومئتين جرام أو كليين ومئة وستة وسبعين جرام الله عالم كم يعني بل المحدود هاي نعم الآن يا إخوتي هذه الصدقات ذكاة الفطر تخرج قبل صلاة قبل خروج الناس صلاة عيد الفطر تبهتوا تخرج قبل لكن يجوز إخراجها أيضا ليلة العيد أو الآيام الأخيرة من رمضان هلأ أنت يجوز لك أن تدفع ما عليك من زكاة الفطر لأخ هو يسعى هو يذهب ويخرجها زكاة للفطر الأصح والذي أميل إليه بشدة رغم الاعتراضات التي ستقال الآن لكن ليه جواب عليها أن إخراجها يجب أن يكون طعاما يعني ليس مفضل أن يكون مالا بس مو هيكي أنت فيك من هومس ويت تتفحها مال والشخص التي تعطيها هو يخرجها مالا الأصل يا إخوتي أن تكون طعاما لماذا؟ لأنها طعمة للمساكين المساكين إذا أعطيته أنت مصاري هو بحاجة ما هيطلع يوم العيد يشتري فيها لحم الأولاده أو يأكل فيها أكل طيب انتبهتوا؟ الآن بيجي واحد بيقول لك طيب هاي الدول الغنية مثل السعودية وكذا وان هاي الآن طيب شو يروحي بيجي لعند الفقير بيعطي بسير عنده مئتين كيلو رز شو بدي سايف فيها؟ الجواب على الشكل التالي هناك في بلاد المسلمين كثير من الفقراء الذين لا يجدون ما يأكلون يحلمون باللحم يحلمون بالطعام الطيب أخرجوا تلك الزكاة الفطر إلى تلك البلاد يجوز إخراجها إلى خارج البلد الأفضل أن تخرج في البلد نفسه لكن يجوز إخراجها والمساكين في بلاد المسلمين كثر 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 فيمكن إخراجها الآن عنا بالسويد السويد الناس فيها على طبقات بالنسبة أغنياء جدا أغنياء متوسطوا الحال وفقراء هناك فقراء في السويد بالمعنى ليس بمعنى فقراء مثل إدلب أو مثل اليمن أو مثل مصر بالصعيد أو كذا لا، فقراء بمعنى أنهم يعني على الكفاف عايشين على الكفاف ما يطلب من أحد لماذا تحسبهم أغنياء من التعفف نفسه عزيزي عليه ما بيطلب من هذا لون الفقراء؟ الفقراء مثلاً امرأة تعيش لوحدها مع أولادها تشتغلها يعني بتزور وتلاقي حالها بكفي حالها هي أولادها أو مثلاً الأجانب اللاجئين أغلبهم يعني أغلبهم يعني وضعهم يعني ما هو يعني الوضع الكبير لكن أفقر ما يكون هؤلاء يستحقون نصر زكاة الفطر هؤلاء أدلينك لا ما نقول لأنه عندهم طعام ما في حدا بدون طعام بالسويد لكن الذي يستحق زكاة الفطر الذين هم في السويد مثلاً اجوا من العراق أو من بلد آخر ورفضوا قبولهم للجوء وهم الآن ما عندهم أي مصدر للرزق يتدبر حاله يعني يعيش كيف يعيش ما بعرف يا أما بيعطوه 80 كرون باليوم بدون منزل بدون أي شيء هذا اللي إجاء رفض ها في ناس يعني على التسفير هذا اللوني ما عندهم أي شيء إذا ما بدوا يسرق أو يشتغل بالأسود بيموتوا من الجوع ما عنده أي مصدر الدولة ما تتعطي تمام الآن يا إخوتي ماذا نفعل ماذا نفعل يا إخوتي أنت لك صديق في صعيد مصر أو في بلد في مصر فيها فقراء تبعث له زكاة الفطر تبعك هو يشتري بها أكل مثلا أهل مصر مثلا عندهم دجاج مثلا دجاج أنا طبقتها في سوريا ونجحت فيها نجاح كبير أنا أخرجت زكاة الفطر في دمشق في السنوات الماضية أخرجتها دجاج يعني أرسلت العبلغ لمن أثق به هناك اشترى دجاجا لحم دجاج قبل وزعها للفقراء يعني قبل العيد بيوم يعني مثلا أنت في توزعها يوم 28 من شهر رمضان هذا الشخص أو 29 من شهر رمضان يحطها بالبراد يوم يتدخوها يوم العيد فأنت أول شي عملت اللي عليك الواجب تاني شي وصل لناس يستحقون تالت شي هم سيأكلونه طعمة للمساكين إلك أخ في اليمن افعل ذلك إلك أخ في سوريا افعل ذلك ببنجلاديش في أي دولة الآن أنا إن شاء الله هذه السنة سأحاول أن أخرج من يعني الأخوة اللي يذين بالعادة فيه أخوة يرسلون لي سوف أخرجها طعاما إن شاء الله سوف أقسمها قسمان قسم أخرجه إلى سوريا وقسم أخرجه في اليمن اليمن أرسلها لأخ أثق به وهو رجل خادم للمساكين ومشهور وهو يخرجها طعاما للمساكين قبل العيد بيوم أو يومين في سوريا نفس الشيء إن شاء الله هذه نصيحة لكم يا إخوتي وكما قلت أنا لا ألزم أي أحد خلافات موجودة بين الفقهاء لكن هذا الذي أنا ارتأيته أفضل ما يكون بالنسبة لزكاة الفطر يبعث لعمتك لخالتك لصرط الرحم تبعك هم يخرجوها لجيرانهم وبيأكلوا منها إذا كانوا فقراء ما في مشكلة يعني هذا هي الله يا ربي يتأبل منكم ويعفو عننا جميعا ويبارك لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة